اهلا بيكم في فيديو جديد والتوقعات العاطفية لموليد برج الدلو. ان شاء الله. توقعات هتكون بشكل عام لكل فئات البرج متزوجين عزبين منفصلين. اه وطبعا القراءة ممكن تنطبق على البعض وممكن لا تنطبق على البعض الاخر. اه كمان ممكن تكون عاكتية كل حد بيبقى عارف الوضع بتاعه او الحالة بتاعته ايه. اه هنقول هبدأ معاكم القراءة موليد برج الدلو بالطاقة بتاعتك انت في الاول. واه اهلا وسهلا بيكم. الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو ممكن تكون انت انت على طفر او انت مسافر او انت متحير في الوقت الحالي بشأن علاقة ثلاثية. اه يعني او عندك حيرة او انت مع شخص عنده علاقة تانية. وانت بتفكر في الوقت الحالي او انت في مرحلة اختيار في الوقت الحالي. كمان شايفك ممكن تكون مدي ظهرك العلاقة اه 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 ثلاثية وفي اختيار محدد انت اخترته يعني اه يعني انت في الوقت الحالي اه في مرحلة اختيار او انت مع شخص في مرحلة اختيار. اه شايفة في عندك في الطاقة بتاعتك اه انت بالفعل في اه تم اختيار وانت في مرحلة فيها اه بداية جديدة اه او انت اه مستني انت فيه شخص منجذب ليه جدا ومستني ممكن الشخص ده يكون من برج نيري او برج هوائي او ترابي برضو. اه فانت عايز بداية جديدة مع الشخص ده وعايز تحقق معاه انتصار وعايز تحس بتوازن وانت شايف ان الشخص ده ممكن اه علاقة قدرية او اه يعني فيه فيه تجازب قوي جدا بينك وبين اه بين الطرف التاني انا شايفة انت البتاش اه مش عايزة اقول حب يعني مش شايفة فيها تفكير فيها حيرة فيها انجذاب لشخص معين فيها اه رغبة في تحقيق اه اه توازن وتحقيق اه نصر بتوجودك مع الشخص ده وشايفة فيه فرصة يعني فيه فرصة جاي لك او فيه عطاء قوي جاي لك في الفترة اللي جاية سواء يخص يعني دي طاقة عامة سواء يخص علاقتك بالشخص ده او اه يخص حياتك بشكل عيني بار جدا. اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني او طاقة الشريك اه انا شايفة الشريك اه يعني اه لي يعني فيه عرض عنده ليك عرض جدي الشخص ده عايز معك استقرار لو انتو موجودين مع بعض فالشخص ده عايز معك استقرار وعايز معك علاقة طويلة المدى يعني اه لو انتو منفصلين فالشخص ده عايز يجي لك بعرض جدي وعرض فيه عرض حقيقي يعني اه فيه استقرار اه هو متردد في الوقت الحالي ممكن يكون متخوف من شيء ممكن يكون خايف تكون انت في علاقة او هو اه مستني اه يرتب خطوات يعني مستني يعمل خطوات اه وده هو شايف ان هو هياخد منه الوقت لكن ما ينفعش اه ياخد خطوة غير لما اه يعمل الحاجة دي لان هو عايز العرض بيقدمه يكون عرض حقيقي اه بشكل كبير اه كتير من النقوة هتكونوا في علاقة ثلاثية اه وفي مرحلة اختيار لان انت عندك في الطاقة بتاعتك وهو في الطاقة بتاعته ففي علاقة ثلاثية وفي مرحلة فيها اختيار في الوقت الحالي اه لو انت اه اه شايف او انت عارف ان هو في عنده علاقة ثلاثية فهو مختارك انت والعلاقة الثلاثية دي اه انتهت او بتنتهي في الوقت الحالي انا شايفها بتنهار في الوقت الحالي والشخص ده اه عنده مشاعر حبي لك قوية جدا وفي طريقه لان هو يزيل عوائق موجودة في العلاقة وعاود يبدأ اه معاك بداية دي ده يا برج الدلو. اه ففي اختيار بيتم في الوقت الحالي وانت منتظر كمان اختيار يتم واختيار يكون فيه انتصار ليك ويكون يحقق توازن بينك وبين الشخص التاني او يحقق يحقق توازن في حياتك عموما يعني. اه فدي الطاقة بتاعتك انت والطاقة بتاعته هو الابراج او الطاقات اللي موجودة في القراءة. انا شايفة اه برج الاسد الجوزاء العقرب الحبل. الجوزاء تاني. الميزان العزراء. اه برج الضور. الحوت. القوس. اه. دي الابراج اللي موجودة. الطاقات موجودة كل كل الطاقات. طيب نروح للمشاعر الشخص ده. مشاعره في الوقت الحالي. الشخص ده ممكن يكون تعبان في الوقت الحالي. ممكن يكون مريض ممكن يكون اه عنده مشاكل اه وبيعاني كمان من الماضي. كمان اه اه ممكن يكون فيه عنده اه يعني حاجة تعبية. يعني ممكن يكون هو يعني اه مريض في الوقت الحالي مرض عضوي او جسدي. وكمان ممكن يكون متقلم نفتيا بشكل كبير. كمان عنده افكار كتير اوي الشخص ده بتتعبه اه بالذات في الليل. اه يعني ممكن في غير كده بيعيش حياته بشكل عادي. لكن عنده افكار بتتعبه جدا بالليل. اه تخص الماضي تخص علاقته بيك. اه تخص الطفولة بتاعته ممكن. اه تخص يعني الشخص ده ممكن يكون كان اه يعني كان بتحصل حصله ازمات كتير. كان ممكن حد كمان بيعامله معاملة سيئة. اه والمعاملة دي سيئة في طفولته او في الماضي والمعاملة دي اثرت على الشخص ده او على افكاره. اه كتير بيفتكر كده. اه اه شافة في عنده اه عدم توازن في الوقت الحالي. اه محتار بين حاجتين ممكن بينك وبين شخص تاني او بينك وبين حاجة تانية. او عنده مشكلة في الاموال في الوقت الحالي. يعني في الوقت الحالي هو ممكن يكون بيمر بأدنى مالية. او عنده مشاكل في الشغل. يعني ممكن يكون في الشغل اه بيمر بمشاكل او ما بين ان يرجع او ما يرجعش او بينك وبين طرف تاني. كل حد طبعا عارف الحلقة بتاعته. لو انت عارف ان هو ما عندوش طرف تاني يبقى ما عندوش طرف تاني. انا مش بقول مش جاي عرفك هو عنده او ما عندوش. اه انا بقول لك حالة الشخص. وانت عارف لان الكراءة هنا عامة. فانا ما اقدرش اجزم بان فيه او مفيش. فكل حد بياخد بالشكل المناسب لي يعني. اه مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا. يعني مشاعر اه حب. مشاعر بيشوفك انت الام. اه سواء انت راجل او ستة اللي بسمعني. فعنده مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه. اه انت شخص اه اه عندك حنان ليه. اه عندك اه اه يعني اعطاء كمان. اه فهو بيحس معاك احاسيس قوي جدا. ممكن اه لو انت ستة اللي بسمعني فممكن انت بالنسبة للشخص ده. اه 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 ام ولاده. اه انت مصدر عطاء خير بركة وفرة. اه عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك. لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من اه من برج الدلو. فالشخص ده اه بيشوف انك انت الشخص اللي بتقدر تحتويه. وانت الشخص اللي حنين عليه او او بتسمعه كويس. اه انت في حياته بتحقق له توازن. بتحقق له سعادة. اه بيحس بامان بطمقنينة. اه احسست وجود الامة. كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسته ان حبك ليه غير مشروط او مش اه معلق بشيء معين. اه كمان عنده في مشاعره فدي مشاعر حب قوية جدا وانجذاب ليك. اه بشكل كبير يا بور جدا. اه سواء على المستوى العاطفي او الجثة دي كمان. اه ده بالنسبة لمشاعره. تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. اه شايفة في تفكيره او افكاره. اه تجاهك فيه انجذاب قوي ليك جدا. اه الشخص ده ممكن يكون اه احيانا بيبقى متعصب متعور. اه ممكن اه العلاقة فيها كتير يعني اه بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده. اه ممكن يكون شخص اه شوية متعور في تصرفاته. ممكن تكون طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني. احنا قلنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة اه شيء تاني. يعني ممكن انا اكون برج ناري. وطاقتي في الوقت الحالي مائية. يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة زيادة عن اللزوم. طاقتي مائية. رغم ان انا برج ناري مثلا. فهي دي الطاقة وهو ده البرج. لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج. فهو طاقته اه نارية اه اه او افكاره. اه اه شخص ده قلبه موجوع قوي. حاسس بواقي. هو حاس ان هو جعلك قلبك او انتم في بينكم مشاكل متكررة. او في حاجة تخص طرف ثالث. طرف ثالث اهل. اه طرف ثالث افكار. افكار مش كويسة. اه او طرف ثالث يكون شريك عاطفي فعلا. كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها. ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده. او اه يكون انتم حصل بينكم مشاكل كذا مرة. هي هي. يعني مش مشاكل متكررة مختلفة. لأ نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة. كل مرة مش بيتغير. فهو ممكن حس ان هو واجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده قذا مرة او العكس. هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها قذا مرة. اه بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره. عن ان هو يدي لك حقوقك لو هو اللي حاسف او لو هو اللي ظلمك او لو هو اللي مظلوم منك. فهو بيبحث في كل الاحوال. اه طاقة فيها بحث. ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني. اه ممكن يكون شخص تفكيره ناضج. اه في الوقت الحالي. اه ممكن يكون اه اه منعزل لو انت بتشكت في علاقة ثلاثية في الشخص ده ما عندوش في الوقت الحالي هو الوحده. انا شايفاه هو الوحده. حتى لو هو في علاقة فهو الوحده في الوقت الحالي. اه محتاج ان هو يفكر ان هو يبحث عن حلول ان هو يبحث عن توازن. ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه او المساواف الاخذ والعطى بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث فيها بحث كمان بسبب اه اه زي ما قلت اه ان هو قلبه موجوع او مكسور في الوقت الحالي او ان هو اه بسبب العلاقة فيها كتير وعدم توازن ومشاكل وكده. فشخص ده بيبحث في وقت الحالي طاقت وبحث عن حلول. اه نويات تجاهك او تجاه العلاقة. اه زي ما قلت الشخص ده في نويات محتاج ان هو يتشافى اه يعني الشفاء من الام كتير اوي. يعني هو عنده التنفسات. التنفسات دي هي ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو كانت سلبي مقلم جدا. لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير اوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده اه لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان مفيش بعد كده قلم. او مفيش بعد كده اه حاجة تاني هتحصل. في اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة القلم الكبيرة الفضيع اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم ليها ونايم كده. او ان الشخص ده اه خلاص اه كل السيوف كده اخدها. اه فيبتدي يقوم ويبدأ من اول وديد. فانا شايفة الشخص ده سعلا اه بيدور على شفاء بي اه على توازن على اه اه يعني عدالة في الاخذ وفي العطى. اه فهو هيقوم يعني هو عنده القوة ان هو يستشفي من وضع زي ده. اه بيفكر فيك جدا بشكل كبير. اه شايف انك انت فرصة اه شايفك كمان الشخص ده اه هير مشاعر الحب في مشاعر تقدير. شخص ده بيقدرك. يعني انت بالنسباله اه اه مش اه اه شيء قيم مش معناها ان انت شيء. اه هو طبعا كلنا شيء. يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. اه كمان هو شايف انك انت شخص اه يعني اساسي في حياته او انت شخص زوقي ما في حياته. اه في نوايا اه في اسرار. ممكن حس انك انت بتخبي عليه شيء. حس انك بتخبي عليه حاجة او حسس انك اه اه شخص غامض وهو مش قادر اه يعرف حقيقة اه مشاعر اتجاهه. اه بيرقبك الشخص ده في نوايا. في نوايا الشفاء. الشخص ده محتاج يتخلص من اشياء سلبية كتير في حياته. و اه و كمان اه محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاهلك. في الفترة اللي جاية ممكن يبقي تلاقيه بيتجاهلك اه اه او اه تلاقيه انه هو بشخص غامض. اه هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية اه في الوقت الحالي. اه لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لنفسه الاول او هو يزبط اموره الاول وبعد كده اه يبتدي يتعامل معيك او يبتدي يتكلم معيك. اه ده اللي موجود في نوايا. اه الشخص ده في نوايا هو هيعمل كده في الاول. وممكن اثناء ما هو بيعمل كده انت تحس بتجاهه آآ من ناحيته. آآ لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض حقيقي وهيتكلم معيك وهيكون فيه بينكو آآ يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. آآ خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. آآ متمسك بيك الشخص ده. آآ وبيه رقبك. فيه مرقبة منه بيك او انت بترقبه آآ لكن فيه ترقب. هو بيرقبك بهدف آآ آآ الفضول. او بهدف انه هو يشوف منك يشوف منك حاجة. او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو آآ بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لأ. آآ هي دي طريقة المرقبة اللي انا شايفها منه ديك في الوقت الحالي يعني آآ بيرقبك كده في آآ في في السر آآ للبعض. للبعض ممكن آآ الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ لاشخاص آآ آآ لمساعدته. آآ ممكن الشخص ده مكتوف منك. ممكن الشخص ده مستني يشوف منك آآ آآ يعني آآ جرين لايت او ضوء اخضر كده ان انت آآ ان انت مستعد لان هو يرجع لك تاني. آآ دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حد يشوف المناسب به. آآ لكن في كل الاحوال شايفة متمسك بيك. آآ شايفة بيبص عليك. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان فيه بينكو عائق ديني. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي. لبعضكم طبعا. آآ فخطواته القادمة الشخص ده يبقى بيبص عليك وبيرقبك. في الفترة اللي احنا تكلمنا عنها دي وممكن يكون آآ يتخفى في آآ او او يعمل فيك مسلا. او يتخفى في اي حاجة او كده ويرقبك او يسأل اشخاص عنك. آآ فانت هتكون شغل الشاغل في الفترة دي. آآ في ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده. والبعضكم زي ما قلت شخص ده بنتمت بيك. ومع كده هو شايف ان فيه شيء بيمنا. ممكن يكون انت متزوج. هو متزوج. آآ في عقب في حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده. آآ في مشكلة في العلاقة دي. هو الشخص ده شايف. آآ ده من ناحية خطواته. طيب اقول لكم اجابات ما لقيك قبل ما نروح للا او اتكم او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لان آآ ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لان دي تقات متغيرة. لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك آآ في الاسابيع القليلة القادمة. آآ لو انت بتسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقول له لك لا. آآ آآ ممكن تقول آآ بتشك انه شخص ده عنده طرف تالك او ان هو مش بيحبك او او او. يعني يا ربي تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بالنسبالك. ما تكونش حاجة وحشة بالنسبالك. آآ كمان بيقول لك آآ آآ في طريقة تاني افضل او في حاجة تاني افضل. آآ فانت شوف ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي. فيه افضل منه. فيه حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده آآ مش مناسب بالنسبالك او شخص متع بنسبالك او مش هتقدر تكمل ففيه افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط ففيه طريقة اكتر افضل من دي. بتقدر تدير بيها العلاقة سواء انت او الطرف التاني. الرومانس انجل بيقول لك آآ آآ فيه شخص راجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه عنه ده. آآ بيقول لك كمان سول ميت ان الشخص ده حب الحقيقي وهو ده توقع مروحك. آآ فيه كمان بيقول لك ان آآ فيه عندك مشاكل من الطفولة. او عندك مشاكل في الاهلة. بيسا اقول لك على حاجة بورجي بدا له الكارتة ده بيقول حاجات كتير قوي. فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كانسين في صال احد الابوين او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العاطفية في الوقت الحالي. دي حاجة. الحاجة التانية. آآ ممكن تكون انت في خلاص مع الاب والام. وانت لازم تخليهم يسمحوك او تحل مشاكل مع الاسرة. الاب الام الاخوات او او كده. في الوقت الحالي بحيث انك انت حياتك آآ تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فايه كل حد يشوف آآ في ايه او في مشكلة تخص الاطفال. او في حياتك العاطفية تتأثر على آآ اطفالك. لو انت عندك اطفال. آآ فخلي فانت خلي بالك من ده. آآ فانت حاول انك تتمن انك تشيل شقوق زنون آآ او هام. آآ الشخص ده بيقول لك ان هو آآ في عودة شخص من الماضي. الشخص ده هو حبيبك. فعلا هو توقم روحك. آآ لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفتيتك انت. آآ طيب. آآ بالنسبة للي بيسأل عن الشغل. في برج الطبعا اللي مستني الاوتكم استنوني خدنا كروت سريعة للعمل والمال والصحة. آآ لان كتير قبل نتكلمي عنهم. آآ العمل فيه عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسمه ييجي في حاجة. او مستني آآ صفر او مستني باسة هجرة. حاجة كده. فده جاي لك ان شاء الله. وانت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خايف تقدم مرأة او كده. فعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. آآ كمان بي آآ انت عندك مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبالك. آآ لان انت آآ يعني اقادر على اي شيء في الوقت الحالي. آآ كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده. جهز كل حاجة. يعني ما تخليش فيه اي حاجة نقصة. آآ بحيث ان الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. يعني الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. آآ فجهز كل ورقك خليك جاهز من كل حاجة في الوقت الحالي. بحيث ان لو جت في اي وقت موضعش من ايدك. لان زي ما قلت هي جاي لك في سورة فرصة. آآ لو انت في شغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير ويبقى عندك شهرة كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى آآ سيتك آآ وصل لكل مكان او مسمع زي ما بيقولوا. لان انت هتكون آآ آآ واخد طاقة يعني بتعمل آآ كزا حاجة. هتبقى مشهورة عند آآ رؤسائك. انك آآ شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده يعني كل ده يخص العمل فانت عندك النحية العملية. فكل الاحوال انا شايفها آآ جيدة جدا. الصحة آآ شايفة في الصحة آآ في استقرار يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعضكم ممكن يستفر لعمليات تجميل او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للاحسن. آآ ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجميلية ممكن لو راجل ممكن هتروح الجم هتحسن من جتمك لبعضكم ممكن نحتاج عنده مشاكل في القدمين او كده ممكن بسبب آآ تخنة او حاجة فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لدايت او لتختيف بقى اي انكان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي آآ شكلك هيبقى متغير يعني هيبقى منور هيبقى آآ في آآ طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدل. آآ الاموال آآ انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرد او في مساعدة انت طالبها من حد وهتجيلك ممكن من الاهل او آآ في حاجة هتجيلك في البيت وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت. انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تفتح مشروع او آآ في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة آآ كبيرة. ففي حاجة هتجيلك سواء كارد او آآ او منحة او حاجة زي كده انك تعني بيها حاجة آآ آآ تخص كده مشروع بيت حاجة كبيرة يعني مش حاجة عادية يعني. آآ فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي آآ بالنسبة للعيزبين من برج الدلو. العيزبين من برج الدلو انت بتراقب شخص ومتحير جدا في الوقت الحالي. آآ متقلم تعبان نفسيا مش بتنام. آآ عندك قرق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي او تحدد الشخص بعيد ايه ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير لكن انت بص على شخص معين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي وده تعبك قوي او بتفكر فيه بشكل كبير. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون مش يوسيبك آآ من غير سبب او من غير ما يقول لك يعني ممكن يكون هو عنده سبب لكن ما قلكش عليه آآ الشخص ده لو هو مش يوسيبك فهو رجع تاني آآ لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة او هو غير راضي عن وضع في العلاقة آآ آآ وعاوز يحقق رضا عايز يعمل حالة من الرضا يعني الايتو في قابس آآ ده وضع كويس لكن هو وضع آآ فيه حاجة نقصة يعني الشخص يعني عايز كأنه عاوز يوصل للنين في قابس او للتين في قابس للسعادة الكاملة. آآ فهو الشخص ده رحل آآ بسبب انه مفيش آآ سعادة كاملة في العلاقة دي او شيء معين مفتقده في العلاقة دي. كمان ممكن يكون رايح يحسن ظروفه ويحسن وضع آآ يعمل حاجة. هو رايح يعمل حاجة وجاي تاني. هو البعد ده مش تهيء. انت تعبان جدا. تقطك سلبية قوي يا بورج الدلو بالنسبة للعزبين. وحيرة وقلق وتفكير وصهر وكده يعني آآ تقطك دي كمان ممكن تأثر على الشخص ستين تأثر على العلاقة. آآ انت كمان ممكن تكون بتفكر ان الشخص ده بعد عنك ورحل علاقة تالتة وهو مبسوط وشايف نفسه وكده. انت بتقلت تقول لن نفسك حاجات آآ ممكن تكون غلط يعني ممكن تكون انت بتتوحمها في الوقت الحالي. آآ بيقول لك اسأل آآ يعني خلي حد يساعدك او خلي شخص يساعدك. آآ ممكن تسأل شخص يكون مختصط في الحالات دي او الحالات المشاكل العاطفية او الزوجية او النفسية. تسأل شخص مختص يساعدك او صديق او حد من العائلة او كده. يعني اطلب المساعدة من حد. اسأل حد ان هو يساعدك. آآ لان انت حالتك صعبة جدا. فدي جابت الملائكة ليك بالنسبة للحالة بتاعتك. واو. انت عندك آآ عندك كارتين يخصوا الاطفال. ممكن عندك اطفال في علاقة فيها اطفال بياثروا على وضعك العاطفي. او انت في عندك مشاكل تاني تلعلك مشاكل من الطفولة. آآ يا برج الدول. انت انت حقيقي آآ محتاج مساعدة من حد مختص في علوم الطاقة في البرسيكولوجي. آآ محتاج حد متخصص ان هو يساعدك انت يعني انك تحكي له مشاكلك ايه من الطفولة او وضعك ايه او اللي بيضايقك لانه انت محتاج حد يتعمك آآ جوة زيتك او جوة نفسك بحيث انه يخرجك من الطاقة اللي انت فيها. واللي بتأثر على علاقاتك العاطفية. بانك انت تشك في الشخص اللي قدامك. او يكون عندك مشاكل آآ بتأثر عليك. آآ كمان في النص في الرومنت انجل بيقولك ممكن للبعد. يكون فيه اطفال آآ بتمنع آآ يعني العلاقة دي. انت عندك اطفال او هو عنده اطفال. او فيه الاطفال ما بينكو والاطفال وانتو منفصلين والاطفال دول بيأثروا عليك بالسلب. آآ يعني انت حسن انك زلمتهم او حسن ان الطرف التاني زلمهم. آآ او انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني مستطفى ابدا ان كل كروة الاطفال دي بتطلع في في القراءة كده يعني بالشكل ده. آآ وبتطلع عندك انت. آآ كمان بيقولك ان ده حب حقيقي. وانه آآ حبك الحقيقي ده محتاج منك انك آآ بتبزل مجهود علشان آآ يعني في الخطوات اللي انت بتاخدها تجاه عشان تبقوا مع بعض يعني او عشان العلاقة دي تنجح. او عشان العلاقة دي تستمر. فانت ما تستسلمش للطاقة التلبية او لأوهان. او لكلام اشخاص. ممكن يكون لبعضكم في حد بيقولك حاجة آآ كلام غلط او حد بيقوله كلام غلط. المهم في حاجة انت ما تستسلمش ليها آآ ويفزل مجهود بحس انك تنجح العلاقة دي. العلاقة دي فيها آآ فيها خير. وفيها حب من الطرف التاني. آآ لكن فيها مشكلة. فانتو حاولوا تتخلصوا من الشيء ده او من المشكلة دي. او تحلوها بشكل حقيقي. لو انت خرجت المنتقى ستبص على مشكلتك من فوق. لو انت مش قادر ترجع لشخص المتخصص في الوقت الحالي. فحاول تكون انت الشخص المعالج لنفسك. ازاي بانك تخرج برا المشكلة مش انت اللي موجود فيها خالص. واعتبر ان في حد بيحكيها لك. وبص على المشكلة آآ من فوق. آآ بحيث انك تقدر تشوف كل الجوانب. شوف وضعك انت فين? ووضع الطرف التاني فين? والاطفال دول وضعهم ايه? او مشاكلك اللي من الطفولة دي وضعها ايه? هتقدر تحل بالشكل ده. آآ طاقت الشخص التاني فيها بحث. وفيها حلول. وفيها آآ بحث عن حلول. طاقتك انت فيها استسلام. فيها آآ يعني صعب شوية. فحاول تخرج من الطاقة دي يا بور جدا. وقلبي معيك وطبعا. العودقام بتاع العلاقة او آآ او اللي جاي في العلاقة ايه? آآ او الكارت ينزل وده اللي مهم جدا لسيكتس كافت. يعني عودة ومصالحة وحنين واشتياء بالبات لو انتو علاقة قديمة. او انتو بفيه بينكو اطفال. او انتو علاقة مع بعض بقالكو فترة يعني بقالكو اكتر من سنة كده. ففي عودة ومصالحة ومصارحة وهدية كمان واعتظار في حاجات كتير قوي. في حنين واشتياء. جيت عمل للكارت او توضيح للكارت. فنزل تاني استكتسف كافت. يعني للمرة التانية في حنين اشتياء في عودة 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 بازن الله. الشخص ده بيفكر فيك بشكل مستمر بيفكر في الطريقة اللي هو ميشي بيها او اللي انت مشيت بيها متعلق بيك الشخص ده. ممكن للبعض كان فيه فيه ظروف مادية آآ خليته ان هو يبعد عشان يحتن وضعه المادي او او يعمل حاجة. آآ لكن الشخص ده راجع لك تاني. آآ ممكن متقلم بسبب انك انت باعت عنه او هو بعد عنك. آآ بيبص عليك بيرقبك ممكن يكون عنده صور ليك بيبص عليها. بيبص على حساباتك. بيبص بيفتكر ذكريات ما بين كل ان السيكسوف كافت ده برضو آآ كارت الحنين والذكريات وكده. فالشخص ده عنده حنين بشكل قوي جدا. جدا جدا يعني القبص عنده كتير قوي. فمصير العلاقة آآ حلوة قوي. في عودة. في عودة بسبب ان الشخص ده مش هيقدر يقوم كل المشاعر اللي بتكتاحه او بتكتاح مشاعره في الوقت الحالي مش هيقدر يقومها. عنده مشاعر ليك قوية جدا. ومفتقدك. وفي البعض عنك حتى لو هو اللي بعد فهو حاسف بيطمو حاسف بحزن. وحاسف ان هو حد يعني ملوش حد. ملوش حد غيرك. فانا شايفة مشاعر قوية ومشاعر فيها احاسيس وحب وحنين وكده. فحاولوا يا برج الدلو انكم آآ الفيديو طويل بتاعكم جدا يا رب اعرف حامله. حاولوا تتخلصوا من طاقة سلبية. وتخص التفولة. تخص مشاعركم انتم. مش طاقة سلبية خارجية على فكرة. طاقة سلبية بداخلكوا انتم يا برج الدلو. حاولوا تعملوا شفاء. تعملوا غيرك. حاولوا تغيروا مكان. حاولوا تعودوا مع ناس. تتكلموا. تفضفضوا او تتكلموا في اي مواضيع تانية. حاولوا تخرج من طاقة سلبية. آآ الفيديو انتهى وبشكركم المتابعة.